دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر بيقول ان الادوية المحتوية على اثيرومايسين اختفت من السوق وحصل عليها هجوم غير طبيعي احنا معانا دكتور محفوظ رمزي دكتور محفوظ مساء الخير مساء النورة تذهب ومساء النورة تذهب يعني طبعا احنا دلوقتي بندور على فيتامين سي مفيش اي حاجة ليه علاقة بيه في الصيدليات بندور على زنك مفيش اي حاجة ليه علاقة بيه في الصيدليات بندور على كمان يعني اي ادوية ذكرت على انها ليها علاقة بعلاج كورونا بقت الناس بتعشطها من الصيدليات احب اعرف رأي حضرتك وطبعا المشكلة الكبرى اللي حصرت ده دائما ابدا ان موقع التواصل اجتماعي هزمة كورونا خلقت 100 مليون خدير متخصص طبي في الطلب الوقائي على مستوى الجمهورية والاسف شديد كده ابنحصار صفية الدولة في العالم كده انت حصل في مصر بس اني الاسف احنا كل يوم بنستهنى بلا تساوى المعلومة انا بسمح حضرتك يا فن متفضل دكتور محفوظ بموضوع كورونا في بعض البرتورات وضعت على الصفحات الطاقة الاجتماعي واخدوها من البرتورات وضعت صحة المصرية يبدو ان التواصل عبر زوم مش سلس كفاية معلش كده اولا احنا نتطب نقول حاجة للجمهور الفيتاميني سي موجود في اللمون موجود في الطران موجود في المنتجات موجود في الخوخ تمام ودهاز المناعة ما يتكوش في 45 دقيقة او في 15 يوم لا الناس بتعرف جهاز المناعة دول عبارة عن جهاز تتوم في الجسم انت في حاجات منه مطورسة من فبالتالي الموضوع محتاج شوية تدو نتعامل مع موضوع كشيء من الحرافية والوطنية يعني هو وطنية يعني سياسة ما تدخدش في خاتن الاجتماعيسين تتقول عندك في البيت عشان نقدر انه انت اه اتصابت الكورونا او انت ختن هو ايه الاسم الدواء ايه يعني ده الاسم العلمي ده الاسم العلمي كان يفتخنا فيه اتهابات الانسجة رخوية او الكل في بعض امراض الجهاز التنقوتي اه وده موضوع وواسع المدى ومعاوثين ده ياخدر اصوار دخل الطبار لكن كتر استخدام موضوع الحياة وانه ممكن يقلل جهاز المناعة طبعا طبعا انا بشكرك دكتور محفوظ واعتذر انه مش قادر اتواصل مع حضرتك بشكل اه بشكر حضرتك جدا دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدوائي بنقابة سيادلة مصر